للوقت مشاهدين هنروح لمجاز الأهم الأخبار مع دينا شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يتوجه رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى روسيا للتحادية للمشاركة في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة قازان وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر قاعد في التجمع منذ انتمامها رسميا له مطلع العام الجاري وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إذاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا وأكد إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول لسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافلة الدولية والإقليمية في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية وسوف تتطرق كذلك مداخلات السيد الرئيس إلى قضايا تغير المناخ وسبل دعم التعاون الاقصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سوف يوضح موقف مصر الثابت بشأن تطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدأة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين كما سيشارك الرئيس السيسي في قمة بريكس بلاس التي تضم بالإضافة إلى دول الأعضاء في بريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع حيث سيؤكد الرئيس السيسي أهمية اجتماعات بريكس بلاس في تعزيز التعاون جنوب جنوب وأضاف المتحدث أنه من المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس السيسي مع رئيس الروسي بلاديمير بوتين وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة لبحث العلاقات الثنائية بين مصر هذه الدول والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي لاستعراضي ومتابعة عدد من ملفات العمل واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على المحاور التي تضمنت نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته في مجال البترول وكذا موقف الحوافز المقدمة بهدف زيادة الانتاج من المواد البترولية المختلفة إضافة إلى استعراض موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق المحلية وتلبية احتياجات قطع الكهرباء أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي تقدير مصر للدور الهام الذي يطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في دعم الجهود التنموية بمصر جاء ذلك خلال اللقاء الذي يعقده وزير الخارجية مع مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية للدول العربية حيث استعرض المساعي المصرية لاحتواء الوضع الراهن في قطاع غزة وجهود مصر تخفيف أحدة الأزمات الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون كشف مصدر رفيع المستوى أن مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة وكانت مصر قد أكدت مرارا ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لإنهاء معاناة المدنيين يتوجه وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين إلى إسرائيل ودول بالمنطقة وذلك للمرة العاشرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق النار في القطاع وأفدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة وسيبحث خلالها بلينكين أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق صراح جميع المحتجزين وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني نسفت قوات الاحتلال الإسرائي منازل الغرب مخيم جبالية وفي مناطق متعددة شمال قطاع غزة وأفدت مصادر طبية فلسطينية بأن 41 شخصا استشفدوا أصيب العشرات من المدنيين في غارات إسرائيلية على القطاع موضحة أن 33 شهيدا منهم في جبالية كما أكدت مصادر أن الجيش الإسرائيلي يواصل حصار مراكز الإيواء في قلب المخيم وأن قوات الاحتلال تجبر النازحين في مراكز الإيواء على المغادرة إلى مدينة غزة وتستهدفهم أثناء خروجهم من تلك المراكز ختم وجزء الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي في قرارات صباح الخير يا مصر